إذن قمة روسية تركية تعقد اليوم في سوتي لمناقشة عدة قضايا ذات اهتمام مشترك بحسب بيان رسمي وعلى رأسها الملف السوري ومسار التطبيع بين أنقرة ودمشق الذي ترعاه روسيا وتشارك فيه إيران اللقاء القمة سبقته زيارة تحضرية قام بها وزير الخارجية التركي هاكانفيدان إلى العاصمة الروسية يومي الخميس والجمعة وهي زيارة جددة فيها وزير الخارجية الروسي سرقيل افروف اقتراح بلاده على أنقرة العودة إلى اتفاقية أدنى التي وقعت عام 1988 تلك الاتفاقية تمنح القوات التركية حق التوغل في الأراضي السورية لمسافة خمسة كيلومترات لتعقب مسلحي حزب العمال الكردستاني وذلك بالاتفاق مع حكومة دمشق طلب روسيا هذا ليس بجديد لأن تركيا تريد تطوير هذا الاتفاق ليكون لديها الحق في توغل قواتها إلى مسافة تمتد إلى ثلاثين إلى أربعين كيلومترا داخل الأراضي السورية والهدف من الطلب التركي هو أيضا قديم جديد ويكمن في تعقب عناصر الوحدات الكردية أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكية والتي تعدها أنقرة دراعا لحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية هنا يعزو لفروف مشاكل التطبيع بين دمشق وأنقرة إلى ما سمها الأنشطة غير القانونية للولايات المتحدة في شمال شرق سوريا فهو يتهم واشنطن بتغذية النزعة الانفصالية للمنظمات الكردية المتطرفة والتي يرى فيها الأتراك أيضا تهديدا لأمنهم هذا ومن المقرر أن يتناقش الرئيسان الروسي والتركي في النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود والتي أوقف بوتين تنفيذها في شهر يوليو الماضي وللحديث عن هذه الزيارة على وجه التحديد لأردوغان إلى سوتي ولقاء بوتين من موسكو ينضم إلينا الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي الروسي فيتشسلاف موتوزوف ومن اسطنبول ينضم إلينا المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز أهلا ومرحبا بكم ضيفي في استوديو الحدث سيد فيتشسلاف سأبدأ معك لأبرز ما يمكن بحثه بين بوتين وأردوغان اليوم في سوتي وما المرتقب هل ستشهد قضية تصدير الحبوب في راجا أو أي تعديلات لا أتوقع أن الفتح لكل الأبواب لفتح الفعل والعمل لاتفاقية الكامح سبب واحد أنه ليست قرار في اليد ولا روسيا ولا تركيا ولا أوروبا القرار في اليد أمريكي لأنه اتفاقية كان مواقعة وأم المتحدة على لسان أمين العام للأم المتحدة وقع إيدا هذه الاتفاقية ولكن رفضوا التطبيق هذه الاتفاقية جانب أمريكي أوكرايني وطبعا يرافقوا أوروبا إتحاد الأوروبي كذلك لأنه لا يستطيع أن يعمل شيئا ضد إرادة الأمريكية ولذلك وقف أي عملية تجارية مع قامح الروسي وهذا نصف الصفقة لا يطبق وأنا لا أتوقع أن وضع يتغير بعد هذا اللقاء لماذا؟ لأنه قرار ليس في اليد ولا تركيا ولا روسيا وطبعا بدون تطبيق هذا جزء من هذه الاتفاقية مبروم من قبل أم المتحدة وروسيا برأي أنه لا يوافق على التطبيق هذا بنسبة لسوريا هناك احتمال احتمال أن مواقف سوريا وتركيا وروسيا سأعود إليك سيد تشيسلا في الموضوع السوري وخاصة أن الرئيس أردوغان يحمل بالتأكيد أكثر من ملف معه إلى الرئيس الروسي ولكن دعني أنتقل إلى سيد أكتاي بداية حتى نتحدث أيضا عن موضوع صفقة الحبوب وهي بالدرجة الأولى تهم كل الأطراف أيضا طبعا إلى جانب الملف السوري سيد أكتاي بأي أجواء تركيا اليوم أو الرئيس أردوغان يذهب إلى سوتشي لبحث موضوع صفقة الحبوب هل لديه أي مقترحات حقيقية أو تسويات مع الجانب الأمريكي مثلا والأوروبي حول هذه المسألة لإعادة تفعيل هذه الاتفاقية تحية طيبة طبعا هناك احتمال لأن يكون هناك انفراج أو تقدم بهذا الملف لأنه لمصلحة أولا قبل كل شيء مسألة إنسانية تهم الدول الثالثة المحتاجة إلى هذه الحبوب وإلى هذا القمح وكذلك لمصلحة الجميع بما فيها روسيا وهناك اقترحات جديدة من الأمم المتحدة وتعزز التسهيلات المقدمة إلى الجانب الروسي تم تقديم هذه المقترحات إلى الجانب الروسي ولا أعتقد أنه ضد العودة تقديم التسهيلات بمعنى نعم تبدو أن محتوى هذه الاقتراحات تحتوي على مثل هذه التسهيلات المقدمة إلى الجانب الروسي وفقا لتصرحات من الأمم المتحدة وكذلك لمصلحة الجميع كما قلت وليس ضد المصالح الأمريكية بل البلاد المتحدة على الأقل إعلاميا كانت تدعم هذه الاتفاقية وكانت تصر على استمرارها مع هذه المقترحات الجديدة المقدمة إلى الجانب الروسي والحاجة المليحة والماسة لدول العالم الثالث خاصة إلى التفعيل هذه الاتفاقية والعودة إليها ربما بصياغة متجددة متطورة تحمل أردوغان أفكار بهذا الخصوص هناك احتمال بالعودة إلى هذه الاتفاقية بشروط ربما جديدة والمكاسب الجديدة بالنسبة للروسيا لأن لا توجد بديل حقيقي لهذا الاتفاق هناك طرق أخرى الولايات المتحدة والدول الاتحاد الأوروبي تعمل عليها مثل فت طرق أخرى عبر الرومانيا والبلغاريا وهناك اقتراح روسي بديل والمساهمة القطرية ربما لإيصال كمية محددة من القامحة الروسي إلى تولكيا وبعد معالجات إلى دولة ولكن كل هذه الاقتراحات ليست بديل حقيقي للعودة إلى الاتفاقية مفهوم سيد أكتاي عذرني على المقاطع لكن أريد أيضا أن أشير إلى الأخبار العاجلة من المتحدث باسم حكومة كردستان يتحدث عن اتهامات للحكومة المركزية باتباع سياسة التجويع ضد شعب كردستان وبتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بوقف تسليم مقارات الأمنية للحزب الديمقراطي يعني أيضا هناك مواقف فيما يتعلق أريد الإشارة إلى أن هذا الموضوع أيضا سيكون من ضمن ملفات الساعة الثانية من استوديو الحدث سيد فتشسلاف في العودة لموضوع أو بالمتابعة لموضوع صفقة الحبوب لماذا روسيا تستبق زيارة أردوغان بقصف ميناء لتصدير الحبوب من أوكرانيا ما الرسالة التي تريد إيصالها طبعا هذا صحيح جدا هذا رسالة فعلا قبل بداية المفاوضات حول صفقة القمح روسيا عملت هذا دربة في دواحي أوديسا ودمرت منشآت التي فيها مستوضعات لقمح هذا يشارب بلا أي شك لأن كل هذا حبوب الذي نحن الآن نتكلم هذا حبوب ليس حبوب أوكرايني هذا حبوب الأمريكي من الزمان أمريكا اشترت من قبل شركات الزراعية الأمريكية لكل حبوب كل إنتاج سانة المادة ولذلك الآن هذا ملك الشركة الأمريكية روك أند نسيت أنا كيف قسم الثاني من هذا اسم الشركة نعم بلايك روك ولذلك أنا أتصور أن أمريكا تصر على تطبيق على الاتفاقية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس الدنبي هاتر ترجمة نانسي قنقر